اقدم قيادياني بميليشيات الحوثي في محافظة اب وسط اليمن على قتل مواطنين اثنين في حادثتين منفصلتين وقالت مصادر ان مواطنا يدعى صبر العميسي قتل دهسا بطقم مشرف حوثي في مدينة اب يدعى ابو فتح الصعدي اثناء مروره بسرعة جنونية في احد شوارع المدينة الى ذلك اقدم قيادي حوثي يدعى ابو علي الوادعي على قتل مواطنين من ابناء مديرية ذي السافل في منطقة الديري بمدينة القاعدة جنوب اب ووضحت المصادر ان المواطن الضحية يدعى صلاح عبد النور وقتل برصاص القياد الوادعي المعين من الميليشيا مديرا للامن والامن السياسي بمديرية ذي السافل وبحسب المصادر فان خلافات بين المواطن وبين القياد الحوثي حول قطعة ارض دفعت الاخيرة لقتله وتشهد مدن ومدرية ابو جرائم وانتهاكات يومية تطال المدنيين من قبل مشرفي وقيادات الحوثي في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم منذ العام 2014 ميلادية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة